أهلا بكم لدي فكرة جديدة في تعليم اللغة الإنجليزية وربما يتعلم الإنجليزية والعربية في نفس الوقت الفكرة تقوم على أن أخذ كتابا وأقرأ فقرة باللغة الإنجليزية وفقرة من الكتاب المترجمة والترجمة الإنجليزية أي مكان هذا الكتاب كتب تاريخ كتب أدبية لكن كتاب أن يكون مشهور ومهم له تأثير كبير في الأذاب وفي العلم وفي التاريخ وفي أي مجال الكتاب الذي اخترته هو قصة الحضارة أو The Story of Civilization لويلد يوراند سأعطيكم روابط التحميل تحت الفيديو لأنه قد يزال الفيديو ولا حتى في فيسبوك لأن هذا يؤدي بالقناة لأن تغلق وحتى الصفحة الفيسبوك قد تغلق لذلك سأعطيكم طريقة للتحميل إن أردتم الكتاب اذهبوا لجوجل واكتبوا جين ليبروس كما ترون هنا وأدخلوا للموقع بعد دخول للموقع يمكنكم أن تكتبوا اسم الكتاب وهو The Story of Civilization كما نلاحظ هنا فيكتبه كذا The Story of Civilization واكتبوا كذلك عنوان المجلد الأول Our Oriental Heritage لأننا سنبدأ بقراءة للكتاب إذا أردتم التحميل انزلوا للأسفل هذه روابط مختلفة اختاروا PDF لا تختاروا Mobi أو Digivu لأنه PDF هو الذي يمكن أن يشتغل على الحاسوب أما هذه السياق الأخرى يمكن أن تشتغل في Kindle إن كانت لديكم Kindle فتشغل Mobi هذا موقع رائع يمكنكم أن تجدوا فيه تقريبا أي كتاب بلغة الإنجليزية أما الموقع الذي يمكنكم من تحميل أو تنزيل الكتاب المترجم النسخة العربية إذا أبوا لجوجل أكتبوا قصة الحضارة تحميل PDF وانزلوا إلى الربيث الثاني أو الموقع الثاني قصة الحضارة المكتب الوقفية لأن هذا الموقع لا يحتوي على إعلانات ومن السهل أن تنزلوا هذا الكتاب أما موقع الأخرى ربما تكون فيها إعلانات كثيرة وإعلانات منبثقة هذا هو الموقع العربي كما تلاحظون هناك مجلدات كثيرة 42 مجلد حملوا المجلد الأول إن أعجبتكم فكرة ترجمة هذا الكتاب وتعلم لغة الإنجليزية منه أخبروني في التعليقات سأعطيكم مثالا لكيفية لتسيكون عليها هذا الدرس إن لم تعجبكم أخبروني كذلك لكي أضع هذه الدروس في قناة مختلفة لأن هذه الدروس قد تستغرق سنوات فهذا الكتاب طويل جدا فحتى المجلد الأول قراءته بالقراءة العادية تستغرق ساعات فلنذهب الآن إلى موقع أوديبل الذي يحتوي على الكتب الصوتية باللغة الإنجليزية فكما ترون هنا Our Oriental Heritage هذا هو Volume 1 أو المجلد الأول فقراءته بالسرعة العادية تستغرق 50 ساعة 50 ساعة هذا فقط المجلد الأول لكن أنا في القناة أضع فيديوهات طولها من 10 إلى 15 دقيقة وأقرأ بسرعة بطيئة بالإضافة إلى ذلك سأقرأ الترجمة العربية يعني قد نستغرق سنتين أو ثلاث سنوات فقط لإكمال هذا المجلد بهذه السرعة ذلك إن أردتم أن أستمر في هذا أخبروا في التعليقات إن لم تكنوا ترغبون سأنشئ قناة مختلفة وأضع فيها هذا الكتاب الترجمة العربية هي للدكتور زكي نجيب محمود قصة الحضارة سأقرأ الترجمة العربية وبعد ذلك أقرأ الترجمة الإنجليزية لن أشرح لكن فقط سأقرأ نشأة الحضارة أحب أن أعلم الخطوات التي صارها الإنسان في طريقه من الهمجية إلى المدنية فولتار الباب الأول عوامل الحضارة الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي وإنما تتألف الحضارة من أربعة عناصر الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقية ومتبعة العلوم والفنون وهي تبدأ حيث ينتهي الإضطراب والقلق لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء وبعدئذ لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها it begins where chaos and insecurity end for when fear is overcome curiosity and constructiveness are free and man passes by natural impulse towards the understanding and imp agents of life والحضارة مشروطة بطائفة من عوامل هي التي تستحط خطها أو تعوق مسرعها وأولها العوامل الجيولوجية ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط عصرين من جليد فتيار الجليد قد يعود الأرض في أي وقت فيغمرها من جليد بحيث يطمس منشأة الإنسان بركام من ثلوج وأحجار ويحصر الحياة في نطاق ضيق من سطح هذه الأرض وشيطان الزلازل الذي نبن حواضرنا في غفوته ربما تحرك حركة خفيفة بكتفيه فابتلعنا في جوفه غير آبه فابتلعنا في غفوته Certains factors condition civilization and may encourage or impede it first geological conditions civilization is an interlude between ice ages at any time the current of glaciation may rise again cover with ice and stern the works of man and reduce life to some narrow segment of the earth or the demon of earthquake by whose leave we build our cities may shrug his shoulders and consume us indifferently وثانيها العوامل الجغرافية فحرارة الأقطار الاستوائية وما يجتاح تلك الأقطار من ضفيليات لا تقع تحت الحصر لا تهيئ للمدنية أسبابها ثم يسد تلك الأقطار من خمول وأمراض وما تعرف به من نضوج مبكر وانحلال مبكر من شأنه أن يصرف الجهود عن كماليات الحياة التي هي قوام المدنية ويستنفذها جميعا في إشباع الجول وعملية التناسل بحيث لا تذل للإنسان شيئا من الجهد ينفقه في ميدان الفنون وجمال التفكير ثم الوقت الكرافية nghiكرا الأكثر ابسح في منaccord الوجود Państwo والإنبير من المال المحتلorters والإنشار المرسل المaat sacش المتح والأيس والتخاب الضوير والأيس لبرت الإنسان من المبضائم والمطر كذلك عامل ضروري إذ الماء وسيلة الحياة بل قد يكون أهم للحياة من ضوء الشمس ولما كانت السماء متقلبة الأهواء لغير سبب مفهوم فقد تقضي بالجفاف على أقطار إذ ظهرت يوما بالسلطان والعمران مثل نينوى وبابل رائعي ears necessary for water is the medium of life more important even than the light of the sun the unintelligible whim of the elements may contend to desiccation regions أو قد تسرع الخطى نحو القوة والثراء بمدائن هي فيما يبدو للعين بعيدة عن الطريق الرئيسي للنقل والاتصال مثل المدن في بريطانيا العظمى أو خليج بيوجيت أو قد تسرع الخطى نحو القوة والمدن في بريطانيا وإذا كانت طربة الإقليم تجود بالطعام أو المعادن وإذا كانت أنهاره تهيئ له طريقا هيينة للتبادل مع غيره وإذا كان شاطئه مليئا بالمواضع التي تصلح مرافئ طبيعية لأسطله التجاري ثم إذا كانت الأمة فوق هذا كله تقع على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية كما كانت حال أثنا وقرطاجنا وفلورانسا والبندقية إذن فالعوامل الجغرافية على الرغم من أنها يستحيل أن تخلق المدنية خلقا إلا أنها تستطيع أن تبتسم في وجهها وتهيئ سبيل ازدهارها if the soil is fertile in food or minerals if rivers offer an easy avenue of exchange if the coastline is indented with natural harbors for a commercial fleet if, above all, a nation lies on the high road of the world's trade like Athens or Carthage, Florence or Venice then geography, though it can never create it smiles upon civilization and nourishes it let's do it